بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في البث المباشر سؤالنا هو هل تشكل الدكتاتورية الدينية خطرا على مستقبل الديمقراطية في العراق ونعني بالدكتاتورية الدينية بين كوسين لأن الدين ما في دكتاتورية ولكن بعض أدعاء الدين أو رجال الدين يمارسون الدكتاتورية ويقضون على الديمقراطية ويصادرون الحقوق باسم الدين هل هذا يشكل خطر مستقبلي على العراق على الديمقراطية في العراق في الحقيقة يجب أن ننتبه جدا إلى هذا الموضوع لأنه يعني الدكتاتورية مرة تصير عادية واحد حاكم يستولي على السلطات ويصير يعني يقتل ويعتقل ومرة الدكتاتورية تجيب إطار ديني خاصة عندما نبالغ ونغالي برجال الدين أو بالمعممين أو بقادة الحركات الإسلامية حتى أنه هذا خلص هذا ما دام يحمل اسم الإسلام أو يرتدي زي المعممين وزي رجال الدين فيصبح مقدس وبذلك تختل المعادلة الاجتماعية السياسية كثير من الناس اللي ثقافتهم محدودة أو ثقافتهم بسيطة قد ينظرون إلى المعمم وإلى الشيخ العادي نظر التقديس فما يستعدون مثلا أن يناقشوه أو يردون عليه أو كده لا يستعدون نوع من الاستسلام إلى مثل ما يشوفون واحد مثلا ضابط عسكري لا بس زي عسكري وحاط نجوم على كتفه ويمشي بالشارع الناس ينظرون لنظرة أخرى وبالتالي قد يهابوه أو يخافوه من عنده أو كده فزي إلى أثر كبير في التأثير على المعادلة السياسية إذا دخل رجل الدين بزيه طبعا بالإسلام ما أدى شيء اسمه رجل الدين أدنى علماء أدنى علماء والعلماء ليس شرط واحد معين إنما عام أي عالم عنده علم يمكن نأخذ من عنده سواء معقل مفرع مكشت لعب السدارة أي شيء كان المهمة عالم يمكن نستفيد من عنده أما أنه بزي معين بإسم معين بلقب معين ننهار أمام هذا الإنسان وبالتالي يعني من يقدر نمارس حقوق نتجاهها ما يقدر نمارس النقد أو التوجيه أو النصح المفروض في الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب اللي أقرها القانون أن تكون فيها دساتير في داخل الأحزاب انتخابات في برامج عمل محاسبة نقد اختيار الأعضاء مثلا في الحزب المعين يقدم الرشحين للانتخابات يصوت عليهم في داخل الحزب ثم يرشحون إلى المجتمع بينما نشوف مثلا بعض الأحزاب اللي يرأسها معممون أو رجال دين مثلا لا هو رجل الدين هو هذا المعمم هو الذي يتحكم بكل شيء بسياسة هذا الحزب أو التيار أو المجموعة أو المنظمة هو الذي يحدد التحالفات هو الذي يحدد السياسة الخارجية هو الذي يحدد السياسة المالية أصلا كما يقدم كشوف للمسائل المالية هو الأموال تبقى بإيدها وهو يصرف بها ويدير بها الحزب كعبيد كأتباع مو كمحازبين الحزاب الديمقراطية لازم تكون فيها ديمقراطية ثم تلعكس المجتمع هذا عندنا مشكلة عندنا عدد من الأسئلة